السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي الحرام تتعش عندي علي الحرام انتاخذ شي فلاني ان طلعت من البيت حرمين علي مثل ما تحرم علي ام او اختي الكلمات هذه نسمعها من بعض المتزوجين لأسف حتى بعض العزابين يقولونها لكن المتزوج اذا قال علي الحرام اش قصت لما قلت علي الحرام هل قصت علي الحرام زوجتك حرام عليك مثل ما تحرم عليك امك اذا نويت هذا الشي وقصدته كفارته صيام شهرين متتابعين ما تلمس زوجتك ولا تتيح تتصوم قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل اي تماثة ما تلمس زوجتك لينتصوم شهرين متتابعين هذه الكفارة اما اذا قصت لما قلت علي الحرام ولا قلتها ما نفهمهم هايض كما يقول بعض الشباب فهذا عليه كفار قام عشر مساكين شبابنا اتقوا الله ما يجوز انك تحرم زوجتك اللي هي حلال عليك لذاك بعض الشباب انطلعت من بيت تحرم علي يا اخي امسك لسانك اما علي الحرام هذا لا يصرح ان يقوله شباب المتزوجيين للأسف وللأسف النوعية هذه من الاعراب مو البدو ما تكلم عن البدو اتكلم عن الاعراب هؤلاء اذا ما طلقت وما حرمت عزيمته باردة او انه ما هو جرب العزيمة او انه ردي او انه شوف ما تسوي عليك انت الحين مع الشيهم طلق امرتك ومحرمها عليك وذابع الخرف وخسائر راح عليك نصل معاش ومع ذلك انت ردي وما فيك خير وكذا جال دينك اخر الليل ما تسوي عليك لذلك ما رح ينثعك لسانك انك تهايط علي الطلاق علي حرام عشان كرامة فوق هذا اللي يغذ للأسف المبزرة او الجهال او اليهالو على ما يقولون عندنا المتوسط الثنو اللي يطلق علي طلاق تشرا الفنجال ما تفع بالفنجال ليس ان ما عندك جاي يطلق وتقرب تعود على ايش سؤالة الاعراب المتخلفين البداوة غير البداوة اصول انك تحترم بنت الناس اللي عطوك اياها ما تطلق لي بنت حسن وامسك عليك لسانك وامسك عليك زوجك وبلاش سؤال فعراب على ما يقولون يوزع سؤال فعرابها كبرنا خلاصة الكلام اذا قال الرجل علي الحرام علي الطلاق تحرمين علي نوى فيه طلاقا يعد طلاق واذا نوى فيه حرام تحريم يعني ظهار فزوجته حرام عليه تحرم عليه لين يصوم يتأدبها شهرين منتابعين من قبل ايه تماث طيب اطعم ستي مسكين لو اطعمت اهل فيه تقيا كلهم وتقدر تصوم بينك وبين ربك لازم تصوم خل لسانك ينفعك لذلك احفظ لسانك واعقد النية انك انت خاص معدتك بالطلاق اطلق قمرتك العفيفة الطاهرة الشريفة وقاعد مع ربك بدونه ومخي ومستبل وتحرم على طلاقة المسكينة ما تدري قاعدة وايمان طلاق تجيه ويقاعد مع بناتها ومع عيالها يا اخي الطلاق الله تعالى جعله بيدك انت يا رجل لما تكون رجل قد المسؤولية اما هذي ماهن رجول للأسف ولاهو كرم لاهو كرم ماهو كرم الله الكرم لك تكرم يمينك وتكرم بت الناس ولا تطلقها بل جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اهو يلعب بكتابي لو انا بين يديكم احفظ اليسار البعض يقول انت قاعد تتكلم عن القدو صاح الله ما تتكلم عن بدو انا بدوي وقبيلي وعرف عادات التقاليد وعرف الاصول ما اقصد انك تطور من نفسك تصير اردي ما تعزم الناس وما اترحب بالضيوب بحكم اني ولا كولوا انا انسان يعني لا يا اخي يصير كريم اعزم الناس بس يتكلم بدون ظهار وبدون الظهار انا قلت لعني تكون حق زوجك حرم علي هذا اسم الظهار يجب يعرف اسمها او طلاق لازم تكرم الناس تكون وسط اما انك ما تعزم او انك تطلق لا انزلت صورة تسمي بصورة المجادلة او المجادلة كل الاسمين صحية لان المرأة التي جاء تشتكي لرسول صلى الله عليه وسلم ان زوجها حرمها حرمها على نفسه وهي حلال عليه الله تعالى قال وانهم لا يقولوا منكر من القول وزورة الله يقول منكر من القول وزورة وان الله لعفو وغفور عسر بيحفظكم بيحفظ السيرة من الظهار ومن الطرق نحبكم في الله وحافظ على نساءكم والسلام عليكم